أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آي الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات أخوية راسخة عززت التعاون الثنائي على جميع الصعود بما أسهم في الدفع بها نحو مجالات أرحب من العمل والتنسيق المشترك منوها سموه بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد ألنهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين حيث نقل سعادة السفير الإماراتي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما حمله سموه نقل تحياته إلى صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقد تسلم سموه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت دعوة سموه لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورحب سموه بهذه الدعوة مشيرا سموه إلى مواصلة ترسيخ العلاقات الأخوية لما يجسد الروابط الوطيدة بين البلدين الشقيقين من جانبه أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الإماراتية متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر